موسيقى عايزة اقول انه يعني احنا خلاص دخلين على موسم السياحة الشتوي وده موسم مهم جدا لمصر وتحديدا لو بنكلم على موسم السياحة الشتوي بنكلم على السياحة الثقافية السياحة الثقافية بتبقى ليها يعني صولات وجولات في هذا الموسم صحيفة التايمز البريطانية نزلت من يومين كده تقرير مهم جدا لانها اختارت فيه الاقصر ضمن افضل الوجهات السياحية في العالم لسنة 2025 الاقصر لها مكانة كبيرة دايما لانها بتبهر العالم بمعالمها الاثرية لان فعلا الاقصر ملهاش مسيح لانه انت لو روحت الاقصر من الاول ما بتنزل المطار وبتتحرك انت قدام متحف مفتوح متحف فوق الارض مفتوح في كل مكان في الاقصر طيبة عصمة مصر فرعونية عصمة الشمس حاجة جميلة حقيقة الاقصر فعلا انتصنفت في المركز الثامن من بين 17 وجهة سياحية عالمية في تقرير التايمز يعني بعد اماكن كتير جدا زي جزر الملضيف والنرويج واماكن غاية في الجمال حاجة تفرح الحقيقة ان وددتنا تنافس مدن عالمية كبيرة في السياحة وشددت كمان على ان الاقصر وجهة بتناسب كل الفئات يعني سواء سياحة فخامة او حتى سياحة اقتصادية كل الناس هتلاقي حاجة تستمتع بيها هناك وده مش كلامنا ده كلام تايمز انا عايز اقولك انه ان مصر بقتدت تستهدف مش السايح اللي بيدور على القتلات السابد ستارز والفخامة وانه لازم مش عارفة يتقدم لي في طقم مش عارفة ايه والشوكة عاملة ازاي لا 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 خالص احنا بنوفر في مصر تجارب متنوعة والاسعار على فكرة اسعار مختلفة كل واحد يقدر يزور ويستمتع بجمال الاقصر على قد ميزانيته التقرير ركز على حاجة مهمة جدا ركز ان جو الاقصر على جو الاقصر ان جو الاقصر في دفء جميل جدا خاصة شهر فبراير يعني انا كنت موجودة في الاقصر واسوان وكان شتا انا كنت ماشي بنص كوم بالليل بتحتاج جاكت اه لكن انت في اليوم العادي بتقدر تلبس نص كوم وتبقى مستمتع وده بيخليها بالنسبة تحديدا للاجانب وجهة مثالية لانه هم مفتقدين للشمس الدافية دي لا وكمان شمس وبتزور اماكن اثارية يعني بتمشي براحتك بتستمتع بالجو من ضمن الحاجات اللي اتكلم عنها التقرير هو ان فيه تنوع في السياحة داخل الاقصر بتقدمه يعني الاقصر مش بس فيها سياحات اثار يا سلام لو خدت جولة في مراكب نيلية نايل كروز اه يا سلام انا عمري ما عملت نايل كروز بس بشوفهم ودي من امنياتي واحلامي ان انا في يوم الايام اعمل نايل كروز بس طبعا خدت الفلوكا وخدت المركب ومشينا جوا النيل وده عادي يعني ده بيخلي السايح انه مش مجرد انه بيجي وبيروح معبد او بيروح مكان لأ هو عنده سياحة وتجربة متكملة يعني عندك تاريخ عندك طبيعة عندك استجمام يا سلام بقى كمان لما تعتقد وجبة الغداء تحديدا الغداء او يعني انه بتبقى الشمس ظهرة انت عنيل انت متخيل الجمال ببقى عامل ازاي يعني وفيه بقى متنوع بقى المطاعم سواء بقى اللي في المراكب سواء المطاعم اللي بتبص عنيل حاجة بديعة صحة والحقيقة رشد ده مش مجرد كلام لان اللي بيحصل في الاقصر من تنمية وتطوير بيساهم في تعزيز مكانتها بشكل كبير تعاون الحكومة مع المحافظة واجهة الدولة في تطوير البنية التحتية الحقيقة عامل فارق كبير وده اللي بيخلي السياحة عندنا تزدهر اكتر واكتر زي ما احنا شايفين وكمان التقرير اشار لجهود مصر في الحفاظ على التراث الاثري وتطوير المناطق السياحية وده بيوضح ان السياحة مش بس بتعتمد على اللي موجود لكن كمان فيه شغل مستمر للحفاظ على هذه الاثار وكمان تطوير البنية التحتية زي ما قلنا لحضراتكم وده بيخلينا قدرين نستقبل اعداد اكبر من السياح كل سنة هننكلم على الاقصر ونكلم على اسوان وكمان قريبا جدا 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 هنتكلم على المتحف المصري الكبير ان شاء الله هو الرادي في 12 ستين تم افتتاحهم اه فيعني رحمة بقى للستاح النهائي اللي خلاص بقى عشان نروح نزور ونشوف الجمال والروعة وهدية مصر للعالم ما تبقى عاملة ازاي ان شاء الله المتفايل خير جدا فيها الملفة لقصر بلدنا بلد سوح صوح صوح خلونا نبتدي حلقتنا ونتكلم شوية اقتصاد في الحلقة وزير المالية احمد كوجوك اكد ان مصر والكويت عندهم سجلة حافل من العلاقات الاقتصادية المشتركة ايضا البلدين بيمتلكان اطلاق واعدة ترتكز على اسس قوية ده يشجعنا على العمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة في مختلف قطعات توسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين بما يحقق صالح الشعبين الوزير قال خلال لقاءه مع نظيرته الكويتية نور الفصام على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العربي التركي ان التكامل العربي في مجال السياسات المالية يمكن ان يخلق اطارا مستداما لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بما تمثله من ضغوط شديدة داعيا المستثمرين للاستفادة بما يوفره الاقتصاد المصري من فرص جيدة ومتنوعة استغلالا لما بات لدينا من بنية تحتية متطورة وبرامج تحفيزية ده كلام احمد كورشك طب تعالوا يعني ندخل في التفاصيل اكتر من خلال اتصلنا بدكتور وليد جابالا الخبيل الاقتصادي واستاذ الاقتصاد والمالية العامة دكتور وليد صباح الخير اهلا وسهلا صباح خير يا سيد راشا وصباح خير على كل سادة المشاهدين اهلا بك يا فاند يعني خلينا نتكلم تحديدا يعني الخبر عن العلاقات المصرية الكويتية الاقتصادية الكويت من اوائل الدول اللي كان لها دور في الاقتصاد المصري خليني اقول لك يعني العديد من مش هقول اسامي علشان ما بقاش بعمل اعلان لكن احنا لو حنتكلم على مرسى عالم كان استثمار كويتي لو حنتكلم على العديد من الفرانشايز اللي فتحت في مصر كان استثمار كويتي ومعروف مين المستثمر الكويتي هل احنا دلوقتي بنفتح افاق اكبر للمستثمرين الكويتيين ان هما يرجعوا للسوق المصري مرة اخرى وطبعا دائما حضرتك ذكرت الاستثمارات الكويتية موجودة في مصر بعداد كبير اكتر من 1300 شركة استثمارات بتتجاوز 84 مليار دولار الاستثمارات الكويتية موجودة في اخطاعات كتير في القطاع المالي في القطاع العقاري في القطاع الصناعي الزراعة التجارة استثمارات متنوعة وده طبعا مرجعوا الى العلاقات الطيبة على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي بدولة الكويت هذا الامر بيؤسس لمزيد من جذب الاستثمار يعني العلاقات الاقتصادية لها جناحان جناح الاستثمارات وجناح التبادل التجاري والتبادل التجاري ايضا يعني باكتر من 300 مليون دولار تبادل التجاري ما بين مصر وما بين الكويت في 2021 او 2021 فبالتالي الاساس موجود اللي احنا نقدر نبني عليه لتطوير العلاقات ولزيادة حجم سواء حجم التبادل التجاري او زيادة حجم الاستثمارات اللي موجودة في مصر الفكرة دلوقتي ان مصر اصبحت مهيئة بالفعل الى جذب استثمارات مصر تم اعدادها اعداد جاية تعزيز تنفسية الاقتصاد المصري ضغط رليونات الجنيهات في البنية التحتية في هذه المرحلة وفي مرحلة ترويج الفرص الاستثمارية المصرية يكون التواصل مع الاشقاء في دولة الكويت مهم جدا بحيث يكون للكويت دور اكبر ويتم البناء على ما تحقق في مجال العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين اللي دفعها الى افاق جديدة تستحقها البلدين والواقع المصري قادر على جذب استثمارات اكبر من الكويت ومن غيرها من الدول طيب دكتور وليد خليني اقولك يعني هناك حركة نشطة وهناك ضغط لاستثمارات خليجية عديدة في هذه الايام في مصر يعني ده ممكن يعمل ايه لتقدم الاقتصاد المصري خاصة خليني اقول ان التصنيف بتاع مصر هو لغاية يعني تم تثبيت التصنيف لطلع بي ماينس بي مظبوط يا فندم ايوة طيب ده احنا ممكن يعني ده يخلي الاقتصاد يتقدم ازاي دخ هذه الاستثمارات هل احنا بنتكلم على انه نتيجة للظروف السياسية والجيو سياسية حولنا ادرك الجميع انه يعني يجب ان تكون هناك تجارة بينية بين الدول العربية بشكل اكثر تقدما او وطيرة اسرع هو الحقيقة بالنسبة للعنصر المالي او النقدي متعلق بتثبيت التصنيف اتصور ان الواقع المصري تجاوز مسألة التصنيف لان مصر الان اصبحت تستهدف مستثمرين بعينهم في قطاعات بعينها يعني لما بنشوف دلوقتي الوافد المصري في بريكس هي بتستهدف المستثمرين في بريكس عندما بتستهدف السوق الكويتي بتستهدف السوق الكويتي بتقدم فرص استثمارية معينة وبتعرض برنامجها للاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقدي الدولي اما فكرة ان مجرد ان التصنيف الاقتماني يكون مؤشر لجذب استثمارات اتصور ان هذا الامر اصبح محدود جدا في مجال استثمارات الاجانب في الديون الحكومية انما السوق المصرية جاهزة جدا لاستقبال الاستثمارات الاجنبية جاهزة للتصمارات الكويتية استثمارات الاماراتية في رأس الحكمة كانت عنوان ونموذج لجذب استثمارات اخرى اذا بنتكلم عن الكويت الكويت كانت يعني الكويت بيجلنا منها من 160 ل200 الف ساعة كل عام والسياحة الكويتية اتصورها ان هي مدخل الاستثمار الكويتي سواء في المستوى الكبير او حتى في مسألة تصدير العقار وان يكون الشقاء في الكويت لهم موضع قدم في الساحل الشمالي الساحل بيقدم منتج جديد بيتناسب مع سياحة الكويت وسياحة الخليجة عموما لانه بيقدم منتج متطور في مكان راقي بعيد عن زحمة القاهرة وفي نفس الوقت بيتكامل معها يعني النهاردة الاستثمارات في الساحل الشمالي يقدر ينزل القاهرة يقضي يوم في القاهرة بسهولة جدا وبعد كده بيرجع للساحل الشمالي تاني ولكن اجمالا مصر بترحب طبعا بالاستثمارات الكويتية في كل القطاعات بتصل الى الشراح المستهدفة بتعرض امكانياتها بتعرض الفلص الاستثمارية اللي بتقدمها والحوافز اللي بتقدمها للمستثمرين بحيث ان احنا يكون الحل في المشكلة بالتعاون الاقليمي اذا كان العالم بيعاني من مشكلات اقتصادية واسرعات سياسية دايما بيكون الحل من الداخل المحلي كخطوة اولى ومن التعاون الاقليمي كخطوة تانية واتصور ان هذا المصار بتعمل فيه الدولة المصرية بجدية طيب برضو ارجع انا يعني قلت جملة كده في الوسط حضرتك معلقتش عليها هل ادرك الان ادركت خليني اقولها ادركت الدول العربية انه يجب ان نتحد اقتصاديا لمواجهة التحديات اللي قدامنا والله يعني خلينا نقول بنسب متفاوتة وان المصار ده بنسب متفاوتة ما بين الدول يعني في دول عندها قناعة ودول ما عندهاش قناعة لا لا الجميع عنده قناعة ولكن ترتيب اولويات الاستثمار بالتأكيد ما بيبقاش على مستوى الدولة بيكون على مستوى السندق وعلى مستوى المستثمرين يعني حتى دخل الدولة الوحدة بلاقي ان فيه مستثمر بيفضل اي سوق علشان كده يعني فكرة ان احنا نحكم احكام اجمالية خلينا نقول ان احنا عايزين نصل الى المستثمر نفسه نتحدث مع الصندوق الصندوق اللي بتستثمر نفسها لان ده لو مجلس ادارة صندوق معين اتغير من الممكن ان رؤى الاستثمارية اتغير وده اللي انا بلاحظه وده اللي اكده السيد الرئيس في كلمته امس على ليه التكتل بريكس يعني كان بيتحدث في الكلمة عن مشروعات محددة وعن فرص استثمارية محددة موجودة في مصر النهاردة احنا مطلوب ان احنا ندخل في التفاصيل وليس في العموميات من خلال قراط الاستثمارية الخاصة بينا والفرص الاستثمارية نصل الى الكيانات الاقتصادية المؤثرة داخل الدول ونجلس معها وندخل في تفاصيل هذا الانجاز اما عن القناعة خلينا اقسم القناعة الى قناعة مالية وقناعة اجتماعية الدول العربية والمواطن الخليج والمستثمر الخليج بيحب مصر وحدة اللغة وترخبنا كمصريين بالاستثمار والمؤكد ان مهما تعرضت مصر من ظروف ومهما حدث لم يكن هناك اي مشكلة بتوجه المستثمر العربي او الاجنبي احنا في عز ازمتنا الاقتصادية كان هناك تأمين للمستثمر المستثمر كان بيعيش في بيها منا وسطنا كمصريين امواله في امان يقدر يدخل بيها في وقت ما هو عايز النهاردة مطلوب ان هذا التواصل الاجتماعي وهذا القبول الاجتماعي ما بيننا وما بين الدول العربية ينتقل الى الجانب المالي والوصول الى القناعات المالية في الكينات الاقتصادية المؤثرة على استناعات القرار الاقتصادي في الدول العربية دكتور وليد جابالة الخبيل الاقتصادي واستاذ الاقتصاد والمالية العامة انا بشكرك شكرا جزيلا نضح ام وانا تمنى المزيد من الاستثمارات وجذب العملة الصعبة انا اتمنى سوق عربية مشتركة انا عجبني والانتي بتأكدي مرة تانية انا اتمنى في ظل الزروف اللي احنا فيها دي اتمنى سوق عربية مشتركة لازم في تعرف اتمنى خلينا ننتقل من الاقتصاد الى برضو حاجات ليه علاقة بالاقتصاد شوية ولكن الاقتصاد الداخلي بقى واسعار الخضار بنواصل معاكم في بنامجنا صباح البلد متابعة الاسعار في الاسواق المختلفة النهاردة هنعرف اسعار الخضار في سوق العبور من خلال زملتنا نورهان عادل من سوق العبور اللي معانا دلوقتي صباح الفل يا نورهان صباح الفل عليك يا احمد وصباح الجمال على حضرتك يا استاذة راشا صباح الفل يا نورهان صباح الخير كله على كل مشاهدين صد البلد في كل مكان نورهان معلش عائزة سالك زوال قبل ما تتخرق عشان نعرف ما حضرتكم انت واقفة وراء عربية كرومب محملة كرومب ده ولا ايه ايوة ايوة مظبوط وقفين عند الكرومب خلاص ظهر في السوق فقالنا بقى نعرف اسعار الكرومب البلدي النهاردة عاملة كام ايوة مظبوط وفي عربيات كتير قوية يا استاذة راشا من اول السوق لا اخره مليانة كرومب بلدي ايوة يعني وكمان هنعرف إيه اللي خلى الكورومبي يتأخر إنه هو يظهر في السوق النهاردة من المعلم عالي خلنا نصبح ليه صباح الفوت عايزين بقى في البداية نعرف منك إيه اللي خلى الكورومبي البلد يتأخر إنه هو يظهر في السوق أولاً الحرارة العالية جو الحر وتاني حاجة يعني يعني عايزة فهم بس الجو الحر هو ما بيطلعش في الحر ولا الحر بوز الزرعات لا الحرارة هي القصرة على الزرع الناس كلها بتزرع بدر كل سنة عشان المناخ بيبقى مظبوط دلوقت الحرارة هي القصرة على الزرع السنة دي بازاي أول سنة تأثر على الزرع تمام طب ده الكورومبي الشتوي بدأ يظهر دلوقت ده الكورومبي الشتوي آه ده الكورومبي الشتوي بدأ من إمتى بقى؟ بيبدأ معاك من شهر 8 وانت طالع لحد شهر 12 لحد شهر 1 كده طب قولي الأسعار بعد نهار ده عامل ايه؟ الأسعار النهاردة فيه كرومبي بـ 20 وفيه بـ 25 وفيه بـ 30 زرع نضيف قوي وفيه كرومبي بـ 15 جنيه طب ما يعني ده بيبقى حسب الأحجام ولا حسب أيه؟ حسب الأحجام فيه حجم صغير بيبقى حجم صغير كده بـ 15 جنيه في حجم كبير بـ 20 وفيه زرع بـ 25 طب وريني اللي انت حضرت هذي زي ده كده بـ 25 بـ 27 من هنا من السوق جملة في جملة وبـ 30 طب أنا عرفت ان انت بتبيع جملة وبتبيع قطاعي تمام طيب انت لما بتبيع جملة بتبيع بكم وبقطاعي بتبيع بكم؟ يعني باخد جملة من هنا بـ 25 هناك في السوق بره على القطاع بره ببيع بـ 30 ببيع بـ 25 ببيع بـ 28 ببيع بـ 35 انت واخد زي بـ 25 بتبيع بكم بقى؟ ببيع بـ 30 ببيع بـ 35 ببيع لحد 40 جنيه لا ببيع لحد 40 جنيه وفيه لحد 25 جنيه طب قولي قولي سريعا أنواع الكروم بايه؟ سريعا أنواع الكروم بايه؟ فيه البلدي وفيه السبعيني وـ لا ماش بطة ماش بطة البطة ده كان الاول هو جنزوري والبلدي والسبعين طب ايه السبعيني وايه الجنزور؟ السبعيني السبعيني دوت اللي بيطلع بادر شوية ماشي اللي هو الكروم ببلدي برد يعني امتا يعني بيبدأ من امتا مثلا؟ بيطلع معاك من شهر 8 دوت الكروم بالسبعين وبعد كده ده البلدي بقى اللي هو جنزوري والانجليزي والكلام ده لكن بعد كده بقى بييجي الكروم بلي هو اليابان اللي هو بديل البط بييجي معاك من شهر 2 وانت طالع لحد شهر 4 طب قولي ازاي انا مثلا اختار الكرومبة زي ما بقولوا عليها المحملة الكرومبية المحملة اللي بتبقى مستوية اللي هو زرع الشتوي بقى يعني انت معاك كرومبة هي اشرح لي عليها زي دي دي المحملة دي المليانة دي الكرومبية مليانة مستوية معبية ورق لكن الزرع بقى اللي هو البدر المتقى البدر دوت اللي هو السبعيني دوت ما بيبقاش مليان ورق او بيبقى فاض طب ماشاء الله ماشاء الله يعني فيه كرومب مال السوق كله الكرنب ده بقى جاي منين الكرنب ده قت من البحيرة هي البحيرة اللي اتأخرت السنة دي في زرية يعني قدر نقول ان البحيرة احسن المناطق اللي تطلع كرنب بلد احسن المناطق اللي بتطلع كرنب بلد وبعد كده بقى فيه مناطق مقاطق فيه كذا منطقة كلها figure ولها وقت يعني مثلا المنفية بتطلع في شهر 7 لحد شهر 8 عندك البحيرة معاك من 8 لحد شهر 10 احسن 11 ماشي وبعد كده سكنديرية 30 تلاف دوت معاك من شهر 11 لحد شهر واحد واثنين وثلاثة وبعد كده اليوبية بقى من هنا طيب انا بشكرك شكرا جدا دي كانت اسعار الكرومب النهاردة خلونا كامل مع حضراتكم اسعار الخضار النهاردة في سوء العبور و بما اننا اتكلمنا على الكرومب فاكيد هنتكلم على الخضرة و الشبت والبقدونس والكسبرة النهاردة الميت رابطة عاملة كيلو في سوء العبور عاملة 100 جنيه يعني الربطة الواحدة وقع بجنيه عندنا الطماطم من 7 إلى 15 البطاطس من 12 إلى 20 جنيه البصل الابيض من 12 إلى 20 البصل الاحمر من 8 إلى 13 جنيه الكوسة من 5 إلى 10 جنيه الجزر من 16 إلى 20 الخيار البلدي من 5 إلى 9 الخيار السوء من 8 إلى 12 اللمون البلدي من 8 إلى 12 جنيه برضو الفلفل البلدي من 8 إلى 12 الفلفل الرومي من 9 إلى 13 جنيه البتنجان البلدي من 5 إلى 8 والبتنجان الرومي من 4 ل7 التوم من 55 ل 85 جنيه الأرنبيط الأرنبيطة الكيلو عاملة من 5 ل 7 جنيه البروكلي من 14 ل 20 القلقاس من 13 ل 15 جنيه العشر ربط الرابطة كيلو العشر ربط عفواً كيلو عاملة 7 ونص الخاص البلدي الرابطة 3 كيلو 7 جنيه الخاص من شرشة الواحدة عاملة كيلو بتسجل من 4 ل 6 جنيه البطاطا من 3 ل 7 جنيه الملوخية من 4 ل 6 جنيه الفلفل الألوان من 20 ل 40 وأخيراً الفصولية من 10 ل 20 جنيه دي كانت أسعار الخضار النهاردة في سوء العبور وخلوني برضو سريعاً أقول لكم على أهم الفكهة المنتشرة في سوء العبور واللي أعتبر عليها بالدلوقتي لسه طبعاً فكهة الشتاء ما نزلتش بشكل كامل البرتقان البلدي من 6 ل 9 البرتقان السكري من 5 ل 11 برتقان بصرة من 9 ل 13 جنيه الجوافة من 10 ل 15 الرمان من 15 ل 25 وأخيراً الكانتالوب من 15 ل 20 جنيه دي كانت جولتنا النهاردة في سوء العبور عرفنا فيها كل الأسعار وإحنا طبعاً يعني أول بأول بنتبع مع حضراتكم الأسعار سواء من داخل سوء العبور أو الأسواق الأخرى شكراً لحضراتكم وعودة مرة أخرى لزملايا في الاستوديو شكراً زميلاتنا نرهان عادل لأجواء خطيرة بتعيشها نرهان عشان تنقل لها أسعار بالباشاميل أه طبعاً الله أه أه طبعاً أه تبقى جميلة سيبت تفنن في البطاطا دي فـ أنت برضو بتعملها كده؟ بعملها بالكريم كراميل أه وممكن بالكريم كراميل صح تدي وش كده محاروة تبقى خذيعة أنت ممكن تحط السكر المحروق اللي هو كروكاو يعني الكراميل ممكن تحطه على الوش مش لازم تعمل كريم كراميل أنت بتاخد تعمل سكر محروق وتقومه حطه على الوش وبرده يعني أنت دينا نفس الفكرة آآ آآ طبعاً مهارات في الطبخ طبعاً طبعاً يا عام أنت فاكر إيه مش أي كلام طيب آآ أحوال الطقس بقى؟ آآ آآ بس أنا عايز أقول قبل أحوال الطقس أن الجو جو جو تده يبقى رائع 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 ربنا يديم ربنا يديم لا إن شاء الله بقى خلاص بقى يديب يعني آآ يعني الحمد لله يعني آآ وفي كده لسعة كده لسعة برد كده حلوة آآ عشر مدانس آآ نزلين الصبح بقى وبتاقى يخلي بقى لهم جاكة خفيف كده الأمهات يبقى معهم جاكة خفيف بس آآ يعني لسة يعني بتيالي لسة ما دخلناش في الزاكة الخفيف في الزاكة الخفيف في الزاكة الخفيف قوي يعني مكونك الأسبوع الجاي الأسبوع اللي بعده وفي نوة في اسكندرية على فكرة اليومين دول نوة تقيلة يعني بأمطار وحاجات كده يعني فتعالوا نعرف بقى أحوال درجات الحرارة إيه؟ هتبقى عاملة إزاي؟ وبعد كده ديب حيسحبكم في الصحافة الإلكترونية انتظرونا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 وتم تحرفها بشكل ما وده اللي وصفه ماكرون بقلة مهنية لدى بعض الوزراء والصحفيين الفرنسيين انتقدهم بشكل حاج لتحريف تصريحاته الاخيرة خلال اجتماع لمجلس الوزراء والي اثارت جدل مع رئيس الوزراء الاسرائيلي من يمين نتنياهو يعني انتقل من ماكرون انه قال عن نتنياهو انه مش بيحترم قرارات الامم المتحدة مع ان اسرائيل ذاتها قامت بناءا على قرار من الامم المتحدة وده خل نتنياهو يرد عليه ويقول ان السبب في وجود اسرائيل هي تضحية الابطال في 1948 وليس قرار الامم المتحدة وفي النهاية ماكرون نفى كل ده وقال طبعا انه كلام تحريف دلوقتي بقى خلينا نروح لأبرز الموضوعات اللي لافتت انتبهنا على المواقع والصحف المحلية والاقليمية وايضا العالمية وكمان أبرز الترندات على السوشل ميديا ونبدأها بمنصة شاهد واللي بتستعد دلوقتي لعرض الجزء التالت من فيلم ولاد رزق العمل اللي حقق نجاح كبير في السينمات المصرية والعربية سلسلة ولاد رزق حققت ارادات ضخمة في شباك التذاكر وده من ضمن الاسباب اللي لافتت الانتباه للفيلم يعني السلسلة اصبحت من ابرز الافلام الاكشن في السينما المصرية خلال العشر سنين الاخيرة السلسلة بتجمع بين القوة الدرامية والاثارة البصرية اكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان له ان الافلام المعروضة في دور العرض السينمائي في مصر حققت ارادات تخطط الستة مليون جنيه في شباك التذاكر وده من وقت طرحها في دور العرض نجاح السلسلة كان داخل وخارج مصر وده بنعرفه من تركيا الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية اللي اعلن قبل كده في بيان له ان العمل تخطط اراداته حاجز الاثناشر مليون دولار في جميع دول العالم وبكده ولاد رزق تلاتة هو اكتر الافلام تحقيقا للارادات في مصر والوطن العربي واعلى فيلم عربي يحقق الرقم ده ايضا وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع المكتب الاقليمي لليونسكو بالقاهرة انتهت من اعمال المرحلة التانية من مشروع عرض وتفسير المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي بالقاهرة التاريخية والاعمال شمل التصميم وتنفيذ وتركيب تلاتة وسبعين لوحة تعريفية ومعلومتية لواحد وعشرين مبنى اثري بمرحقاتها في شرع المعز في المنطقة ما بين باب زويلة حتى مقعد مامي السيفي والدكتور باسم ابراهيم مدير عامل ادارة العام للخدمات بالمواقع الاثرية والمتاحف قال ان اللوحات مزودة برسوم للرحلة والمستشرقين اللي زاروا مصر وكتبوا عن الاثار دي بالاضافة لمساقة افقية للاثار وخرائب بتوضح مجموعة من المواقع الاثرية بالقاهرة التاريخية كمان تم تزويد اللوحات بQR Code باللغتين العربية والانجلزية اللي من خلالها ممكن الزائر يحصل على مزيد من المعلومات من خلال الصفحة الرسمية للوزارة ده بالاضافة للوحات باسعار التذاكر ولوحات الحجز الالكتروني واللي من خلالها الضرد والزائر بيقدر يحجز تذكرة الموقع الاثري وايضا معنا حقق كاندرك لمار مغني الراب الامريكي انجاز كبير في حفل الجوائز البيت ولانه حصل على 8 جوائز ليصبح صاحب اكبر عدد من الجوائز في نسخة واحدة ومن بين الجوائز دي فاز بجائزة فنان العام وحصل تراك Not Like Us اللي هو من اشهر تراكاته حاليا على 3 جوائز هي اغنية العام وافضل فيديو هيب هوب وجائزة التراك المؤثر نروح بقى للترند المصري وفي فيديو كده للمغني عمر كمال منتشر على السوشيال ميديا ورغم انه كان من عدة ايام الى انه ما زال في تفاعل كبير على البوست على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض وكمان في رجال دين بيتفعلوا معاه بتعليقات وفي منهم اللي قرر يجاوب عليه في فيديو كمان ويرد عليه وعمر كمال سأل الازهر سؤال شائك جدا وهو فلوسي حلال ولا حرام وده كان رد منه على بعض الانتقدات ورسائل اللي بتوصله في كل مرة بينشر فيها صور صور من اعمال الخير اللي بيعملها والحقيقة ان الكلام بيكون قاسي جدا وده اللي قاله عمر كمال فيه اللي بيقوله فلوسك حرام وعمالك مش تتقبل عشان كده ظهر في الفيديو على تيك توك وطالب احد شيوق الاظهر بالرد عليه وتوضيح موقف فلوسه قال في نهاية الفيديو انه بقى بيعمل اعمال خيرية من غير ما يعلن عنها وانه كمان متحمل مسئولية اسرته بالكامل وبيساعد افراد فرقته مقال النهاردة معنا من موقع المصر اليوم وهو مقال بطابع علمي لكن مهم جدا المقال بقلم دكتور ماجد يوسف وهو استاذ مصري في الادب المقارن والدراسات الثقافية وبيطرح فيه سؤال محوري بيحاول يجاو فيه من خلال المقال السؤال هو ما الفائدة المرجوة من ابحاثنا العلمية بيقول دكتور يوسف المقال اننا للأسف الشديد بنعيد انتاج الافكار المعادية لنا باسم التقدم الموهوم علميا وده مش في مجال العلوم الطبيعية لوحدها ولكن بيتعداها الى العلوم الانسانية كمان طالما ارتبطت بلغات واداب البلاد الغربية خاصة انه لا يعترف بالانتاج العلمي لعضو هيئة التدريس بجمعتنا الا اذا تصاغ بهذه اللغة الغريبة او الغربية كمان الاعمال الادمية مش بتتناقش بتلك اللغات في قاعات الدرس الا بلغتها وكأن التوحب بتلك اللغات هو المنقذ من ضلالنا وتخلفنا في القدرة على الحكم على انتاج الشعوب الغربية خلونا نختم معكم بقى فيديو النهاردة واللي معانا من البرازيل لست اتزحلقت من شباك البيت وانقذها احد الجران لحظات من الرعب ولكنها الحمد لله انتهت على خير والفيديو هو الاكثر انتشارا في البرازيل دلوقتي تعالوا بيانا نشوف الفيديو ده الكاريكاتير بقى واللي كان معانا النهاردة من صحيفة الشرق الاوسط السعودية واللي بيعلن عن الاستهداف الاسرائيلي اخي لقيادات حركة حماس وحزب الله زي ما انتو شفتم بهذا الشكل مشاهدين الى هنا نصل الى ختام الاخبار ولكن الفقرات لسه مستمرة نطلع فاصل عشان نرجع نكمل بقى فقراتنا مرة تانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجهود المستمرة اللي اتعاملت خلال فترة رياسة روسيا للبريكس السنة دي الجهود دي ساهمت في تعزيز التعاون بين دول التجمع على كافة المستويات وكمان سيدة رئيسي سيسي قال ان الاجتماعات اللي اتعاملت في المدن الروسية الكبيرة ساعدت في تقوية العلاقات والتعاون بين دول البريكس اكد ان تجمع بيعكس الحرص على تعزيز الاستثمار والتجارة والمشروعات المشتركة عشان كده النهاردة نفتح هذا الموضوع ونتكلم في كل تفاصيله مع دكتور مونجي بدر الوزير المفاوض والمفكر الاقتصادي صباح الخير على حضرتك وسادة المشاهدين صباح الخير يا دكتور صباح النور يا هاني دكتور مونجي خلينا نبتدي بكلمة السيد الرئيس يمكن واحنا بنجهز عشان نطلع الهوى كان دكتور مونجي قال ان السيد الرئيس كان له عشر رسائل في كلمته معنا عدة العشر رسائل فقلت له طب هتقول لي ايه العشر رسائل بس على الهوى فنحب نعرفها يا دكتور مونجي الحقيقة كانت كلمة سيدة الرئيس الى منتدأ اعمال تجمع البركس هي تتويج للعلاقات المتميزة بين مصر وروسيا الاتحادية هي تعبر عن امل وامال مصر من تجمع البركس وخاصة فيه جانب الاقتصادي الحقيقة روسيا الاتحادية تترقص تجمع البركس لعام عشرين اربعة وعشرين وكل دولة بتترقص تجمع البركس المدة سنة تجمع البركس هو تجمع اقتصادي في المقام الاول سيادة الرئيس عطى عشر رسائل متتالية الى منتدأ اعمال تجمع البركس تمانين في المية من هذه الرسائل تخص مصر واقتصاد مصر وعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر عشرين في المية فقط يتم توجيهه الى تجمع البركس وبالتالي ده بيبين بوضوح جدا ايجابية الدبلوماسية الرئاسية في الترويج الى مصر في عجلة سريعة هنشير العشر رسائل زي ما حضرتك تفضلتي مصر هي المصار الافضل للاسواق الوعيدة بقارة افريقيا هذا المصار الذي يقصد به فخامة الرئيس انه يمكن اعادة تصدير منتجات تجمع البركس الى افريقيا عن طريق مصر ويقصد به معنى اخر وده اللي انا برجحه انه يطلب من تجمع البركس الدول الغنية فيه ان تأتي الى مصر وتستثمر في مصر وبالتالي نصدر المنتجات من مصر الى الدول الافريقية لان مصر لها اتفاق تجارة حرة مع تجمع الكوميسا في شرع افريقيا وقريبا جدا هيتم تطبيق بنود اتفاقية التجارة الكبرى لقارة افريقيا النقطة التانية عرض فخامة الرئيس ان الحكومة المصرية اتخذت خطوات واجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار الحزمة الضربية اللي اتكلمنا عنها الفترة اللي فاتت وحزمة استثمارية وحزمة تشريعية لخلق مناخ جازب للاستثمار في مصر النقطة التالتة العالم يشهد ازمات دولية تتطلب التكاتف لحلول فاعلة لها والازمات الدولية اثرت على اقتصاد العالم كله وايضا اثرت على اقتصاد المصري ومصري ان السياسات الخارجية هي السلم والامن والتنمية الاقتصادية النقطة اللي بعد كده تجمع البريكس يعكس الحرص على تنمية العلاقات لتعزيز ثلاث حاجات الاستثمار والتجارة البيئية والتجارة البينية والمشروعات المشتركة النقطة اللي بعد كده ان المنتدى تجمع البريكس يمثل منصة مهمة لاستشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين تجمع البريكس النقطة اللي بعد كده مصر تصير بخطة واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة ووصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة وهذا يتمشى مع أهداف 20-30-17 هدف مصر اتخذت مؤخرا مجموعة من الخطوات لتحسين مناخ الاستثمار ليس مجرد التحسين مناخ الاستثمار ولكن ننتقل بالاقتصاد المصري من ثلاث مراحل كنا في اقتصاد أزمة بدأنا مرحلة الانطلاق ثم المرحلة الثالثة التي يسعى إليها فخامة الرئيس هي أن يكون الاقتصاد المصري يكون اقتصادا منافسا ويتعافى بنسبة 100% النقطة اللي بعد كده مصر تواصل جهودها لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة التحولية والتقاط الجدية والمتجددة صناعة الاي تي وصناعة الاي اي اي زكاء الاصطناعي وبالتالي احنا بنقول في هذه الجزئية ولا عليها رسالة من قناتكم الموقرة بنقول ايه للاستفادة من الزكاء الاصطناعي لا اريد حضرتك او حضرتك انك تكون عالم في الاي تي او الاي اي لا ان تكون مخترعا يعني احنا الامل بتاعتنا بتنتقل من مجرد المعرفة ان تكون مخترعا ومساهما في الزكاء الاصطناعي الزكاء الاصطناعي فاندم مش مادة بتتعلمها وخلاص ده انا عايز يكون في زكاء الاصطناعي في الزراعة والصناعة والسياحة واللوجيستيات والتجارة يعني ايه بين حتى في مجال الاعلام والسوشيال ميديا والتلفزين فخامة الرئيس أشار إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقال إن هي من أبرز المشروعات المصرية الطموحة التي تنطوي على فرص استثمارية زمان كنا بنقول إيه مصر هبة النيل مصر شعب يعيش على النيل بين بحرين الأبيض المتوسط في الشمال والبحر الأحمر في الشرق دلوقتي بنقول إيه التنمية الاقتصادية في مصر لها جنحان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسحل الشمالي وما يمثله من استثمارات في الآخر كانت رسالة الحقيقة تجمع ما بين الجانب العملي والجانب الإنساني إنه أعرب لتجمع البريكس أن هم يوصلوا إلى نتائج ملموسة وطبعا فيه علاقات وطيبة بين مصر وروسيا منذ أيام الاتحاد السوفيتي وبناء الساد العالي وأيضا توططت هذه العلاقات بين فخامة الرئيس والرئيس الروسي الفاتر الرحيم فلاديمين بوتين العشرهم عشرة عشرة مزبوطين طبعا وإحنا كنت بتناقش مع حضرتك في البريكس دخول مصر البريكس هل عد لإقتصاد مصر شيء ما أو إحنا حصلنا على أي شيء من البريكس فإحنا حضرتك قلت لي آه في مجموعة من الحاجات فممكن ناخدها مع كمان الفواد الاقتصادية المرجوة من تجمع البريكس ودخول مصر لتجمع البريكس شوف تجمع البريكس هبدأ بنقطة هامة جدا مصر لها هيبة على مستوى الإقليميا وعالميا ولكن بانضمام مصر إلى تجمع كبير زي ده تجمع البريكس ازدادت هيبة مصر وأصبح لديك ناس بيقفوا معاك في مجلس الأمن وفي الجامعة والمتحدة وأيضا بيقفوا معاك في الجانب الاقتصاد النقطة الثانية يا فندم بدأ ان احنا التجارة المتبادلة بين مصر وبعض دول تجمع البريكس منها الصين وروسيا ودولة الامارات العربية المتحدة ده جزء منها بالعملات المحلية يعني دون ان انا ايه بحول دولار او عملة اجنبية ايا كانت النقطة الثالثة يا فندم تجمع البريكس ازداد نفسه اوجد منظمتين كبيرتين المنظمة الاولى اللي هي بنك الاستثمار للتنمية وده بيساعدك المشروعات الكبيرة وبعدين في بنك الاستثمار للبنية الاساسية ايضا وبالتالي ده بيديك لو احتاجت قروض بفوايد منخفضة النقطة الثالثة ان في حاجة مبادلة الديون عملناها مع الصين عملناها مع الروسيا عملناها مع الامارات اننا لو انا مدين مثلا باثنين مليار تلاتة مليار او حتى بنص مليار لأي دولة من تجمع البريكس تحدث مفاوضات ثنائية وبالتالي حضرتك انا هو بأي bully الديون وياخد يعمل بها استثمارات مباشرة في مصر الاستثمارات مباشرة هي الباب الملكي لزيادة الالستيسيطي او مرم Nobel الجهاز الانتاجي المصري هي الباب الملكي لزيادة الانتاج إذا زاد الانتاج زاد العرض وإذا زاد العرض انخفض التضخم وإذا انخفض التضخم قوية العملة محلية الجنيه المصري وهو ما نسعى اليه في المرحلة الحالية دكتور مونجي خلينا نتكلم اقتصاديا في حدثين حصلين يعني دلوقتي هناك تقرير قرأته انه اسعار برميل البترول انخفض 8% نتيجة لان الصين قللت من استيرادها من المواد البترولية واحنا عارفين ان الصين من المؤسسين لمنتدى البريكس هل الصين بدأت تعتمد بشكل او باخر على دول البريكس في المواد البترولية خاصة حداك بتقول خلاص بقى التبادل بقى بالعملات جزء منه وليس كل التبادل جزء منه يا فانا جزء منه طيب انخفاض سعر برميل البترول يعني ده نتيجة 8% نتيجة ان الصين بس خفضت من استيرادها طيب حضرتك ده من الكلام بتاع سيادتك ده اخد نتيجة منخافة مختلفة عن اللي سيادتك تقصده ان اصبحت الصين والاستهلاك في الصين اصبح يؤثر عالميا زمان كنا بنقول لو الاقتصاد الامريكا عطس الاقتصاد العالمي كله يصاب بالبرد دلوقتي لو الاقتصاد الصيني عطس العالم كله لان فعلا اللي قال ان الصين مصنع العالم بتؤكد الاحداث الجارية ايضا الصين هي اكبر مصدر وفي نفس الوقت اكبر مستورد وبالتالي حضرتك ان في مشكلة في القطاع العقاري في الصين توسعوا في القطاع العقاري عندهم نوع من انواع مش عايزين نقول الفقاع العقارية ولكن بدأ بعد كده هذا المعدل النمو الكبير اوي في القطاع العقاري بدأ ينخفض مرة تانية اذا انخفض القطاع العقاري فانخفض معدل التشغيل اذا انخفض معدل التشغيل فبالتالي حاجة الصين لاستيراد البترول من الخارج بتقل وحينما الناس لان سعر البترول عالمي وحينما يعني يشعر المصدري الاوبك او الاوبك او امريكا ذات نفسها ان الطلب العالمي انخفض على طول السوق بتاع البورصة بينزل بالسعر واحنا عارفين ان البترول مثلا احيانا توصلها خلال اسبوع نزل الاسبوع اللي بعده طلع لمجرد اشاعة سياسية او توطر عسكري او مناوشات بين اي دولتين وبالتالي حضرتك مصر حطت افريج لسعر البرميل حوالي 80 دولار هو ممكن يوصل بعد كده ل75 دولار بس ممكن يرتفع فدائما وابدا معظم الدول اللي حضرتك بتحط افريج لسعر برميل البترول يمكن انا عارف ان هذا السؤال لها علاقة بما تم بزيادة ولكن يظل ما انا برضو عايزة يعني اكمل العبارة يظل سعر لتر البنزيم في مصر من ارخص اسعار في منطقة الشرق الاوسط بالكامل حتى الدول المنتجة والمصدرة للبترول حضرتك وبالتالي حضرتك احنا بنقول ان احنا عايزين ايه انعاش الاقتصاد وتسخين الاقتصاد المصري لمرحلة معينة حتى يصل الى القدرة على المنافسة الاقليمية والدولية لن يحدث ذلك الا بآليات تطبيق النظرية الاقتصادية بشكل سليم اي تشوى في النظرية هيبعدك عن المنافسة واحنا كنا مع حضراتكم وقلنا قبل كده ان علم الاقتصاد ذات نفسه انتقل من علم الموارد البشرية زي البترول والغاز والحديد والفوسفاد الى علم المعرفة وعلم المعرفة اللي هو الاي تي والاي اي ودول بيعتمدوا على الشباب وبالتالي حضرتك وقلنا وبنؤكد مرة تانية ان اي اقتصاد ان لم يعد العدة احنا داخلين في صورة تكنولوجية هذه الصورة لا ترحم ان لم تعد العدة اقتصاديا ومجتمعيا دي نقطة مهمة جدا ان انا بعد المجتمع لكي ممكن يتقبل تحديات والخيار للمجتمع المصري عايز ينافس بشبابه واللي عايزين نفضل كده بنعتمد على سياسات قصيرة الاجل وسياسات ملء البطون الاختيار للشعب المصري واعتقد ان احنا في الفترة الماضية وصبر الشعب على بعض القرارات الصعبة بيؤكد ان الاب المصري والام المصرية عايزة تضحي في سبيل انها نوجد مجتمع وتتوافر قدرة مصرية على التنافذ اقليميا ومحليا وده مهم جدا حضرتك في الفترة الحالية والثورة التكنولوجية والزكاء الاصطناعي اللي لم تنافس فقد خرقتها بره دائرة التاريخ اتريد ان تخرج بره دائرة التاريخ اعتقد ما فيش اي مصري يريد ان يخرج وبالتالي حضرتك انا كنت في السفرة المصرية في الهند من 2013 لحد 2017 اربع سنوات قبل ما امشي كان سعر ببرميل البترول بما يعادل اتنين وعشرين جنيه ونصف 2017 مش 2024 وهي دولة فيها يعني واحد وثلاثة من عشرة مليار نسمة والجزء الاعظم منها ناس فقيرة تحت خط الفقر حوالي سبعمائة مليون تحت خط الفقر وبالتالي لكن هم كشعب ارتضى فيما بينهم ان ينافس الناس دول عندهم دلوقتي الاي تي والاي اي ما شاء الله بدأوا تصدير بخمسين الف دولار برامج الى العام الماضي اكثر من مية وستين مليار الخيار للشعب الخيار للشباب الخيار للأب المصري وللأم المصرية ان يريد ماذا نريد لمصر ان تكون هل في زيل الامم ولا في مقدمة الامم في مقدمة الامم عليك ان تنافس وعليك ان تضحي هذه هي النقطة نمر اتنين احنا مصر دولة يعني انتاجنا من البترول والغاز غير كافي ما بيكفيش فبضطر للاستيراد يعني اذا حبيت ان انا احافظ على هذا الدعم وهو مبلغ يعني اجمالي الدعم في الموزنة العامة بيسموه ستة تلاتة ستة يعني ستمية ستة وتلاتين مليار جنيه مصري مبلغ كبير اوي حضرتك للمنتجات البترولية للمنتجات البترولية مية اتنين وستين مليار وللعيش والمنتجات التامونية حوالي في الحدود نفس الحدود يعني الاجمالي الابريج من ستة تلاتة ستة حوالي تلتمية مليار دولار احنا كل المفكرين افندم وكل الناس الاقتصاديين وحتى اجمعوا على شيء واحد ان احنا نتريس في رفع الدعم عن الاكل والبطاقات التامونية ولكن بالنسبة للمنتجات البترولية من يملك سيارة يجب ان يتحمل تكاليفها وبالتالي هناك شبه اتفاق مش بقول اتفاق ولكن شبه اتفاق بنسبة عالية ان الدعم للمواد البترولية اللي يرتفع وبالفعل سياسة الدولة ان يتم رفع الدعم عن المنتجات البترولية بحلول عام 2025 او نهاية 2025 وبالتالي ده امر اللي هو مفر منه اللي ركب عربية الحياة يتحمل لكن الدولة يجب ان تكون تتريس كثيرا في مسألة الدعم للفئات غير القادرة وتطويري طبعا بالناقش دلوقتي في الحوار الوطني هل يبقى دعم عيني ام دعم نقدي قصة طويلة جدا ولكن حضرتك يعني بما شبه مؤكد ان الدعم عن المنتجات البترولية سيتم رفعه تجريجيا نهاية 2025 نهاية 2025 هذا هي اللي صرح به دولة رئيس الوزراء واللي صرح به المسؤولين الحكومين طب دي نرجع تاني للبريكس وانا الحقيقة عايز اعرف ايه هي الاجراءات الاقتصادية اللي المفوت تلتزم بيها الدول الاعضاء من اجل المناخ اقتصادي افضل من اجل استثمار افضل من اجل انتاج افضل شوف حضرتك التحدي في تجمع البريكس حاجة اساسية انها موضوع اقتصاديات ناشئة واقتصاديات عندها الحجم الوفير روسيا عندها معادن وعندها موارد كتيرة والجهاز الانتاجي المدني والعسكري كبير جدا النقطة التانية الصين الصين ده اوروبا وامريكا بيشتكوا من فرط الانتاج في الصين ولهم هدوا للعبة شوية عندك اندونيسيا تدخل عارف كم دولة طالبين يدخلوا في القمة القادمة اللي هي بعد يومين بعد ثلاث ايام من اتنين وعشرين لأربعة وعشرين اكتوبر اربعين دولة تريد ان تلتحق لتجمع البريكس منها الجزائر تركيا وهي عضو في حلف الناتو اندونيسيا وعدد كبير من الدول يريد ان ينضم لتجمع البريكس ده بيديك اشارة الى ايه ان تجمع البريكس اخذ سياسة اقتصادية ملائمة للدول النشاء والدول الفقيرة اللي هي ايه اتباع نظام المشاركة يعني بتجي الصين وروسيا والبرازيل بيقول ايه لدول النامية وخاصة انا هشاركك هعملك شراكة بينه وبينك انت تخش بالارض وانا خش بالفلوس والتكنولوجي والمعدات عشان ننمي بلدك اما النموذج الغربي فيما مضى استخدم نموذج ايه وين زيرو سيتواشن يعني انا احقق مصلحتي وبعدين مصلحتك انت تتحقق او لا وبالتالي حضرتك بدأت الدول الغربية تعي هذه النقطة جيدا وينتقلوا من اسلوب وين زيرو سيتواشن الى اسلوب البارتنرشيب والمشاركة دكتور مونجي اخليني اتكلم لما احنا بنتكلم على بريكس على اقتصاد على تجارة بينية يعني حضرتك شايف احوال المحيط عامل الزي الاقليم اللي احنا عايشين فيه عامل الزي وحضرتك اتكلمت على الشق الغربي غير البريكس اللي هو ده بقى اقصاد ده نظبوط خلاص يعني ده بقى اقصاد ده طيب انا ظروف المنطقة نتيجة ما يحدث من الشق الغربي في منطقة الشرق الاوسط انت متحوط من كل حاجة طيب انا اقدر ازاي اخرج من هذا المأزق خاصة ان انا بحاول انا من اقتصادي بحاول اعلى لكن خليني اقول ان الاحداث الجيوسياسية حولي لا تساعدني مصبوط مصبوط صح انا متفق مع حضرك من نسبة 100% لكن هو السؤال ازاي اخرج لا انا مش اخرج دي بلدي ومنطقة مش اخرج منك لا اخرج من هذا المأزق ازاي اتعامل معه اخرج من المأزق من المأزق ده انا اتعامل معه لكن التعامل مع المأزق والتعامل مع المشكلة والتعامل مع التحدي وبالتالي حضرتك بنقول ايه في علم الاقتصاد رشان ان مصر عملت حاجتين متنقضتين ممشوش مع بعض لكن مصر ناجحت فيهم تحقيق الامن القومي الشامل بكل معانيه اقتصادي سياسي عسكري امني وفي نفس الوقت بنية تحتية وتنمية اقتصادية حوالي دلوقت دخليني على 11 تريليون جنيه مصر فده مصر ناجحت فيه النقطة الثانية فندم توازن السياسة الخارجية المصرية ما بين مصالح مصر لدى الشرق ومصالح والحفاظ على علاقات كلاسيكية والستراتيجية مع دول الغرب النقطة الثالثة فندم زي ما حضرتك اشارتي ان منطقة الشرق الاوسط بطبعها منطقة قلقة بطبعها كتنبارح والنهاردة وتبقى بكر برد نفس الشي طول ما التوجهات الإسرائيلية هي العدوان وليس التعايش نقطة برضو وضع مصر الحقيقة بنقول في الجانب السياسي هو حضرتك مصر تعيش في حزام ناري عندك مشاكل في الشرق وعندك مشاكل في الجنوب مش احنا اللي عندنا مشاكل جيران اللي عندهم مشاكل هذا الحزام الناري ان تتعامل معه السياسة الخارجية المصرية بهذا السبات والدراسة العميقة والتصرفات التكتكية والاستراتيجية بحيث ان مصر لا تدخل صراع مع الغرب ولا مع الشارق ولا الجيش هيطلع يمين او الشمال الا اذا اضطررنا لذلك وبالتالي حضرتك يعني انا اود ان انا اشير لكلمة دولة رئيسة الوزر اللي ما قال اقتصاد حرب الحقيقة هو الرجل كان بيرد على سؤال فبيقول ان مصر من ضمن خطتها الاستراتيجية ان انا يبقى عندي احتمالات اقتصاد الحرب وحضرتك ما بيقولش ان انا دلوقت في اقتصاد حرب لا بيقول ان في الخطط بتاعتي ممكن يبقى عندي مرحلة اقتصاد الحرب لكن حضرتك هو رجع بعد كده واكد قال ان التوجه المصري هو التنمية الاقتصادية التوجه المصري هو السلم والامن لدول المنطقة وبالتالي حضرتك يعني كل جيرانا لما يبقى عندهم مشاكل بيقول مصر لانه بيسق في مصر وسياسة مصر الخارجية الحقيقة فيها نوع من انواع التوازن ونوع من انواع الشرف والكرامة ما عندناش احنا حضرتك الجزئية الخاصة ان احنا يعني يبقى لنا موقف ظاهر وموقف باطن لا الحقيقة احنا بنتعامل بنوع من انواع الشفافية مع الدول واحنا واضحين جدا في تحقيق مصلحة المواطن المصري وفي نفس الوقت ان كل خطط الدولة المصرية كيف تنتقل بمصر من وضع متأزم الى وضع فيه تنمية مستدامة وايضا يكون التفاعل بين مصر وكل جيرانها والعالم اجمع بنوع من انواع الندية مصر بلد حضارة وتاريخ والحقيقة يجب ان يكون حدنا الاعلى عالي يعني ما يكونش هدفي كمواطن مصري كيف ان انا يعني اقتات او سياسة ملء البطون زي انا بقول كفاية عادنا يا فندم اكتر من 30-40 سنة نعتمد على السياسة قاصرة الاجل ازاي ان انا كاف المواطن اكله لا لا مصر مش كده مصر بلد حضارة وتاريخ وتحدي وان لم تكن عندك الامكانات الكاملة الاقتصادية والعسكرية والامنية الحقيقة يبقى وضعنا صعب وقد يتجرأ علينا بعض الصغار احنا عايزين حضرتك ان احنا لا يتجرأ علينا الصغار ولا الكبار ولكن نمتلك قوة الرادع وقوة الرادع العسكرية يجب ان يدعمها قوة الرادع الاقتصادية دكتور مونجي بدر الوزير المفاوض والمفكر الاقتصادي احنا نشكرك شكرا جزيلا من وارك شكرا لك دكتور شكرا لحضراتكم شكرا لفاصل شكرا لفاصل فاصل ونرجع نكمل باية فقراتنا مرتين مجز الأخبار من صباح البلد شدد دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري على موقف مصر الدعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار في لبنان وذلك بالتوازي مع ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره جاء ذلك خلال تلقي وزير الخارجية المصري اتصالا هاتفيا من عبدالله ابو حبيب وزير الخارجية اللبناني حيث تناول الجانبان اخر تطورات المتعلقة بالاوضاع في لبنان والجهود المبذولة لاحتواء الوضع المتدهور الذي تشهده المنطقة وادان الدكتور عبد العاطي مجددا قيام الجيش الاسرائيلي بتعمد استهداف مواقع وتجهزة تابعة لقوات اليونيفال في جنوب لبنان مؤكدا حرص مصر على استمرار تقديم كافة اشكال الدعم للبنان الشقيق في ظل الظرف الحرج الراهل اكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية عبدالله ابو حبيب ان استمرار اسرائيل في سياسة المجازر التي ترتكبها لن يحل الامور وانما سيؤدي الى مزيد من التطرف معربا عن امله في ان تواصل كندا الضغط على اسرائيل لتوقف عدوانها على لبنان جاء ذلك خلال اللقاء وزير الخارجية اللبناني سفيرة كندا في بيروت ستيفاني مكولم وجدد الوزير اللبناني الطلب من الامم المتحدة ومجلس الامن تكثيف الضغوط على اسرائيل لالزامها بوقف عدوانها والانسحاب فورا من الاراضي اللبنانية كافة وتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم الف وسبعمائة وواحد استشهد ثلاثة وثلاثون فلسطينيا واصيب العشرات في مجزرة مروعة نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي باستهداف منزل مأهول في مخيم جباليا شمال قطع غزة وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان الطيران الاسرائيلي قصف مدرستين تؤويان نازحين ومنازل عدة في مخيم جباليا شمال القطع مما ادى الى مقتل عشرين فلسطينيا واصابة اخرين بينما قصفت مدفعية تجمعا للفلسطينيين داخل مركز لتوزيع المساعدات في المخيم مما ادى لمقتل عشرة على الاقل واصابة اكثر من اربعين مع صعوبة وصول سيارات الاسعاف الى المركز ومساعدة الجرحة قال الرئيس الامريكي جو بايدن ان هناك امكانية للتوصل لوقف اطلاق النار في لبنان لكن الامر اصعب في غزة ودع الرئيس الامريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرا والمستشار الالماني اولاف شولز ورئيس الوزراء البريطاني ستارمر الى انهاء فوري للحرب في غزة حسب ما ذكرت وسائل اعلام امريكية رياضيا يختتم فريق الاهل والزمالك استعداداتهما لمواجهة فريقي سيراميكا كيلو باترا وبراميدز في نصف نهاء كأس السوبر المصري المقرر اقامتها في الامارات الاحدى المقبل ويشارك الاهل في البطولة بصفته بطل الدوري للموسم الماضي بينما يتواجد سيراميكا بعدما نجح في حصد كأس الرابطة كما يقود فريق الزمالك بطولة السوبر بعد الحصول على الكارت الذهبي فيما شارك بيراميدز في البطولة عقب التتويج بكأس مصر تشهد مدينة الغردقة اليوم افتتاح بطولة امم افريقيا للكرة الشاطئية بمشاركة ثماني منتخبات حيث من المقرر ان تستضيف الغردقة البطولة بشكل كامل وتم تقسيم المنتخبات الثمانية الى مجموعتين حيث ضمت الاولى مصر المغرب تنزانيا وغانا فيما ضمت المجموعة الثانية السنجال موزنبيق وملاوي نهاية المجاز الى فاصل مشاهدين اهلا بحضراتكم من جديد الثروة الاولى للانسان هي صحته وعشان تحافظ على صحتك وتحافظ كمان على نفسك من الامراض لازم يكون عندك روتين في حياتك تزبط اكلك تلعب رياضة ولو ما فيش وقت للعب الرياضة اللي لازم يكون لها وقت على الاقل حتى تتماشى شوية وعشان الستة هي دايما عمول البيت هنتكلم النهاردة عن اكتر عن صحة المرأة وصحة الراجل برضو عشان راجل ما يقعش صحة المرأة مهم وصحة المرأة مهم اللي اكتر فرد موجود للبيت لان الستة كده تلاقيها ايه واخد بالها من جوزها وصحة جوزها وصحة ولادها لكن بتهمل في نفسها بعدين بتتفاجئ انه هي عندها ضغط عندها سكر عندها كوليسترول يعني انا اعرف ناس كتيرة سنهم صغير لكن بتلاقي ضغطها عالي جدا بتلاقي عندها كوليسترول من وهي صغيرة عايزين النهاردة نتكلم طيب الفيتامينات مهمة طيب المكملات الغذائية اللي هي السابليمينس اللي احنا دايما بنشتريها مهمة برضو للست ولا هي يعني خليني اقول رفاهية ولا دلع يعني هل لازم يكون عندك في البيت كسيدة عندك الحاجات دي ولا انت معتبدة على الفيتامينات اللي بتخديها من الاكل وخلاص حسب كمية الاكل اللي بتخديه كل ده هنتكلم فيه مع دكتورة رانيا الدميري استشاري التغذية العلاجية دكتورة رانيا صباح لفر صباح لفر خلينينا بس ايه يعني اعترض على رشوة في البداية في الفكر ان الست هي اللي اكتر واحدة صحتها بتروح لا فيش الكلام الستة هم اكتر ناس بتعتمى بالتفاصيل وتعتمى في البداية الراجل هو اللي محطوط عليه لا لا الستة بتبقى عايزة تأكل جزها تأكل ولادها محتاجة طاقة اكبر محتاجة طاقة اكبر وبتنسى نفسها بتنسى نفسها في حالات كتير طب على كلام راشا بقى وناخده ونقول امتى الشخص عمومه مش هتكلم عن ست مش هتكلم عن راجل الانسان يبدأ ان هو يفكر في ان هو ياخد فيتامين هل فيتامين مهمة ولا لا طيب وده سؤال مهمة اويل لان زي ما هي قيلت هو كان متعرف عليه هي مش حاجة استنشل لا هي حاجة استنشل لان هي مايكرو نيوترينز يعني ايه يعني جسمنا بيستخدمها عشان ككوفاكترون هو يقدر يكسر البروتين والكاربوهايدريتس والفاتس اللي احنا بنكل يعني زي ما انت قطي احنا محتاجين طاقة طيب الطاقة دي بتيجي من الاكل اللي احنا بنكله اصلا احنا لو جسمنا مفوش الفيتامينز والمانرالز اللي هي بتساعد على انها توصني ان انا استخدم الاكلة وصله الطاقة انا هتحصل عندي مشكلة بايزاوي في بعض الفيتامينز والمعادن هي دخلة تقريبا في عمل جينز وفي عمل انزيمات هي مهمة جدا الوظائف الحيوية عندنا فهي مش رفاهية ابدا ازاي الماجنيسيا وفيتامين دي الماجنيسيا معنا فكرة من الحاجات اللي هي دخلة في عمل اكتر من 300 انزيم ذكرتي انت السكر الضغط الكولستيرول حتى مقامة الانسولين اي حد عن سكر هو بيفكد ماجنيسيا فلازم ياخد يعني سبل منت ماجنيسيا اسباشالين هو هتقولي هتكلي ورقيات كتير بس برضو هي مش هتبديكي يعني انا انزل اشتري ماجنيسيا من السيطلية ويبقى معايا في البيت بزيتلي الفنائي فأي سن؟ بزيتلي الفنائي يعني خلينا نقول اسباشالي الست اللي بعد الثلاثين دي مهمة جدا انا باخد الماجنيسيا مش خاطر النوم عشان انت عشان الرياضة عشان النوم بيساعدني الماجنيسيا بيساعد النوم شكلين بي طيب معلش دكتورة خلينا ايه كده واضحين في حاجات كده يمكن انا واحدة من الناس عمري ما كنت باخد زينك لما جات كورونا فقالوا لك من ضمن البروتوكول اللي جاله اللي جاله انا عصبت بكورونا اللي جاله لازم ياخد زينك وطلته بعد ما خلصت بس بيقولولك ان الزينك مفروض تاخده على طول فيه ناس يقولك لا ما تاخدش زينك على طول حقيقة الموضوع دا طيب هو اي سابلمنت انا ما ااخدهش على طول دكتوري خلينا نثبت القادة دي بمعنى ان انا اي سابلمنت هاخده ثلاث شهور ولازم اوقفه ثلاث شهور او شهرين وارجح ااخده تاني دا اي سابلمنت على فكرة حتى الحاجات اللي هي بيسموها الهيربل والسوبر فود والاشواجن دا والكلام دا هنا بس مثبتين القادة يا جماعة عشان ما يعني ما يحصلوش تراكم في جسمنا ويؤدي الى قدر الله الحاجة بقى عكس الفايدة بتاعك طب الزينك بقى الزينك مهم او مهم جدا الزينك هو تاني اهم معدن في جسمنا داخل بقى في حاسة شامو تزوق جهازي المناعي المعتمد بشكل كبير جدا على الزينك شعري بما ان احنا متكلم على الفيميلز الزينك بوساطة شديدة قوي هو اللي بيمسك الشعر في يعني جدر الشعر في فروة الشعر فالزينك داخل في حاجة كتير قوي يدخل كمان في الجزء بتاع الخصوبة والانفرتاليتي الكمان الخاصة بالرجال هو مهم اوي للبرودكشن بتاع تستستيرون تستستيرون مهم جدا 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 وعلى فكرة حتى رياضيين بصرف النظر مسعا عن مسعا رجل وقصة الانجاب او كده حتى رياضيين مهمة اوي ليوم ما يدوش شعر معاجم الزينك والمجنيسي يمدبسي اساسي يعني لا طيب معلش فضالي انا بجيب مالتي فيتامين العلبة اللي قد كتا دي وقعد كل يوم باخد فيها وبيبقى بقرة بقى فيها ايه فيها ده بنسبة كذا في المية ده بنسبة كذا في المية ده كفية ده كفية لو انتي معندي كيش اعراض نقص لحاجة معينة ده كفية لان هما بيسموها الفيتامين والمينرالز هي مايكرو نيوترينز انتي جسمك بيحتاجة فعلا بالمايكرو جرام مش زي البروتين والحاجات التانية بس هل يعني ان انا لو انا عندي اعراض نقص بين علي ماجنيزيام او زينك او فيتامين دي هل ده يبقى كفية لا لازم هياخد اللي هو بتبقى النوع الواحد زينك الواحد وفيتامين دي الواحد وماجنيزيام الواحد انت حدت كلمتي على فيتامين دال واحنا الفترة الاخيرة بقى فيه هوس للناس بفيتامين دال بقوا بينسبوا اي حاجة بتحصل لهم انت عندك نقص بفيتامين دال انت مبتتعرضش لاشعة الشمس بشكل قريص فبيبدأوا ياخدوه بشراها وبنهم فانعايز اعرف الاعراض الحقيقية اللي من خلالها لو انا حسيت بيها ابدأ اقول لأ انا عندي نقص بفيتامين دال والمفروض اخد سبليمت واخدوه قد ايه طيب فيتامين دال هو فعلا مهم فيتامين دال هو كل عمل الجينات في جسمنا مؤتمد على فيتامين دال عشان كده لما بينقص تعالي بقى انبص هو ضعف وهنعم عضلاتي هحس فيها فيها مشلة فيها كرامبات ده ببقى فيتامين دي مع كالسيوم التساقل شعر بالنسبة للسيدات داخل في حاجات كتيرة جدا على فكرة لو انا بخس وفيتامين دي ناقص عندي فيتامين دي بيأثر بشكل كبير جدا ان انا عملية الميتابوليزم بتبقى تقريبا ضعيفة جدا جدا حاجات كتيرة اقدر ان انا اقول ان انا عندي ناقص فيتامين دي بس انا برضو عايز اقول حاجة مفضل اوي ان انا كل 6 شهور لازم اروح اعمل شاكب لان اوقات كتيرة انا ممكن نفس الاعراض دي تتداخل مع ناقص مثلا المانيزيوم او زينك فهو مفضل لكل 6 شهور اعمل شاكب بس الفيتامين دي مهمة قوي ان انا ماخدوش اعمال على بطالة ان هو بيعمل تكسيسيتي يعني بما اصح هو من الفيتامين اذا اللي زائبة في الدهون فالما انا ااخده وانا جسمي مش محتاجه اوي هو في النورمال رنج بتاعته ده هيأثر لي قوي على جسمي مش حاجة صح وحاجة غلط جدا بردون نمس خاصة ان كل المصريين عندهم ناقص فيتامين دي صحة لا كنا بس ماتفقين على القاعدة دي اه 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 انا بنتي جالها مشكلة في دهرها اه فاول حاجة الدكتور قال لها عملي اه نعمل حللنا دال اه طالع عندها ناقص شديد جدا وكت مشكلة غضاريف بقى وحاجات كده في الدهر وفعلا عشان اصلا وقت الشمس هو الفاترة اللي هي الصباحة يمين فينا تعرض في الوقت ده للشمس واصلا عشان فيتامين دي تصنع محتاج حاجات كتيرة قوي بوا جسمنا محتاج مجنيزيا مثلا مجنيزيا من لو عندك ناقص وخدتي اصلا صباحة فيتامين دي فيتامين دي جسمك مش استفاد لازم دي مع مجنيزيا دي مفادقة اه طيب في بقى فيتامين احنا بالنسبة لنا ده بومبوني اللي هو ايه سي اه شهور اه اه ما عليش احنا دخليني على فصل الشتر بسوء بومبوني اول بومبوني يعني اه ده عادي يا الفوار يا بتاقدي كده اي حد يجي يقولك ايه يا الله فيتامين سي يعني عشان اقي نفسي من البرد فانا باخد فيتامين سي على المليان على فكرة انا واحدة من الناس اللي بعمل كده باخد فيتامين سي كل يوم بدون اي لازمة ما عنديش احساس با اي حد عندي معلوم الدكتور ممكن تأكدها لي او تنفها لي vớiكرة انه الوفيتامين سي بيساعد على استقتصاص بقية الوفيتامينز التانية لازم قبل ما اخد اي حاجة لازم اخد فيها بعض زيات الحديد صح بالذات الحديد على فكرة اصلت معادن في إمتصاصه والحديد والحديد كان سيدة اللي عورم ان انا باخده مع الميل لا هو ما مويتخدش مع الوجبات هو يقبل اكل بساعة بعد اكلب ساعة ويفضل قوي ان يبقى معاه حاجة فيها فيتامين سي بالذات لو انت بتاخده من المصدر نباتي مش من مصدر حيواني. نرجع بقى القصة فيتامين سي. فيتامين سي من الفيتامينز اللي هي مش يعني مش زائب الدهون. فهي ما بتاعلى مش يعني هدخر من جسمك. مش هيحصلها اكيميليشن. بس خليني اقول حاجة. آآ عايزين ناخد فيتامين سي? هناخده بالدوز اللي هي الخمسمائة مالي. لان الدوز تاعة الالف والالفين دي يعني آآ الف سلامة عليك يعني ايوم كورونا اكيد كنت هي تبقى محتاجة. لكن طول ما انا في نورمل استيتس بتاعتي وعايز ااخد فيتامين سي. عشان فعلا اقاول مناع لان هو فعلا بيستبورت المناع. بلأس ان هو مضاد اكسادة رهيب. طبع. بلأس ان بقى بالنسبة للسيدات هو مهم جدا عشان انتاج الكولوجين. هو السوبر في البروداكشن اوف كولوجين في جلد. سوبر. مش مناعة بس. مش مناعة بس. يعني انا لما باخده باسمي بيساعد او وشي بيفرس كولوجين. طبعا. طبعا هو اساسي. هو كورنر ستون في البروداكشن اوف كولوجين في جلد. طب حلو معلش انا هخرج عن حتة الفيتامينات دي فتفوتها. فضالي. انت عندك دلوقتي اكمل من كريمات وسيرم والحاجات دي بفايتامين سي. دي مش كفاية? ولا اللي بيتاخد في البقى اهم. بصي. آآ. خلينا صرحة. آآ يعني خلينا نقول ان حاجات بتكمل وزيفة حاجات. آآ. بدليل ان لما بتكون حد شعره بيقى استحال ان هقدر اعتمد بس على لوكل سيرو. نفس القصة بالنسبة للجلد. لازم الغزاء يبقى من جوه. يعني جوه الاول. ده اساسي. عشان تي بتبني. ده بقى بيساعد. خلينا نقول ان الاتنين هما كده ميزان بيسابورت بعض. لكن ان انا اعتمد على ده لوحده يعني اقولك على حاجة لو انا قتلي مش كويس ما بينامش كويس. فيتامين او سيرو. يعني ما اعتمدش ان هو. انا شايفة كده. دكتورانيا انا يمكن على عكس هذه الفقرة شوية وبقول ان الناس با عندها وعي كبير جدا بالفيتامين والنهاردة بقى فيه اقبال شديد جدا على شراء الفيتامينز. ولكن بجمع بلاقي ان فيه مشكلة وفيه سؤال متكرر. اخد ايه امتى? التوقيت اللي المفروض اخد في الفيتامين عشان يديني وظيفته الحقيقية. هلو تقدري تقولي لي كده اهم الفيتامينز والوقت اللي المفروض اخد فيه. طيب بما ان احنا اتكلمنا عن الزنك. الزنك وفيتامين اي وفيتامين بي 12 بعد الفطور. بعد الفطور. الحاجات اللي هي بتدي انرجي. لو اتاخدت بالليل هتعملك ارك. الزنك منه. تمام. الزنك كمان هو كده 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 هو سوبر زي ما قلنا ودخل في حاجات كتيرة ايه فانتا ما تاخده بعد الفطور جسمك هيفضل تقولي اليوم هو مستفيد منه. والزنك وفيتامين اي باي زاوي هما بيقوم تصاص بعض. يعني فيه فيتامين زوم عادي لما بتاخدهم مع بعض بيقوم تصاص بعض. الزنك وفيتامين اي منهم. وفيتامين بي 12 طبعا لازم يتاخد صباحا. من الحاجات اللي هي بتديك انرجي. وعالفكرة فيتامين بي 12 من الحاجات اللي انا برضو لازم ابقى ااخد بالي منها قوي. تمام. كل ما هو حاجة زائبة في الدهون. انا باخد اه. كل ما هو زائب في الدهون اللي هو هتاخد اوميجا سري. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يتخذ بعد الغداء الحاجات دي لازم تتخذ بعد الغداء عشان فعلا هو تقيل عشان خاص يبقى فيها حاجة شيء ما من الدهون دهون دي زي الجسمك هيمتصه افضل ومش هيتعبلك معددك حال ده الاومينجا ثري والفيتامين بي الحاجات اللي بيتخذ بالليل الماجنزيوم بالليل عشان يساعد يساعد على النوم وكمان الماجنزيوم ليه طبيعي خاصة قوي الماجنزيوم هو بيبقى في ادنى مستوياته الصبح بدري وفي اعلى مستوياته بالليل فانت لما هتيكي تاخده بالليل مش هتقوم الصبح عندك الاعراض بتاع تنقص الماجنزيوم انت ساعت تقوم تلاقيه فيه تشنك كده الدنيا مش مزبوطة فالماجنزيوم هو ليه نظم محددة كده في جسمك يعني هو مرتبط بيبالوجيك الاول روبوا عليكي والله انا باخد ماجنزيوم كلنا باش لانيس الفيتامين سي امتى الفيتامين سي اي وقت اي وقت شنبال في ناس المعدة فاضي عشان ينتصب بشكل سليم اي وقت بعد اكل قبل اكل اي وقت انا احبش ربط فيتامين على الرئيق ابدا مش 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 بحبك كده انت متعرفش ظروف معدتك ايه صح دكتورة رانيا توعدين ان انت كل شوية كده اتجلنا تجينا بعض النصايح كده لانه موضوع الفيتامينز ده موضوع موضوع مهم جدا جدا احنا بنشكر دكتورة رانيا الديميري استشاري التغذية العلاجية نورينا واهلا بيك مرسي يا حديث تعالى نطلع لفاصل وبعد الفاصل عندنا فقرة طبيعة صح ليحقية موسيقى في صواح الفل صباح السعادة على كل المشاهدين اهلا بحضراتكم فقرة جديدة من صباح البلد الحقيقة ان احنا النهاردة فقرتنا هنتكلم عن الحل النهائي لعلاق ضعف الانتصاب مع الدكتور اللي منورني النهاردة دكتور احمد العياشي استشاري جراحة الذكورة وتأخر الانجاب والضعف الجنسي بمركز مصر بين الذكورة دكتور احمد صواح الفل على حضرتك منورني دكتور كالعيد دكتور الحل النهائي لضعف الانتصاب هل في حل نهائي للمشكلة دي بس قبل ما نقول الحل نبدأ الاول نعرف يعني ايه ضعف الانتصاب او امتى نقول ان المريض ده عنده المشكلة دي وتشخصت خلاص فنبدأ بقى نشوف الحل النهائي طيب عشان اقول ان في ضعف الانتصاب لازم الزوج نفسه يواجه صورة من صورتين او شكل من شكلين يعم هو الانتصاب ضعيف لدرجة انه مش قادر يبدأ العلاقة او انه هو ممكن الانتصاب يفقده اثناء العلاقة فمقدرش يكمل العلاقة فالشخص اللي مش قادر يبدأ العلاقة او مش قادر ينهيها هو شخص عنده ضعف الانتصاب اوكي اوكي ففي الحلال ازاي دي طبعا بنمر بمراحل بقى يعني التشخيص نعرف من امتى الكلام ده ناخد تاريخ مرضي نعمل فحوصات تحاليل اشعات لحد ما نعرف بس ايه درجة الضعف وايه اسبابها وبالتبعين نبتدي ندخل فيه العلاج احيانا بقى بنوصل للحل النهائي وايه هو الحل النهائي ايه مقصود بكلمة نهائي نهائي دي يعني حضرتك انت كمريض مش هتبقى مضطرة انك تاخد حاجة قبل كل علاقة اوكي انت كمريض هتبطل تزور خلاص دكتور الزكورة ده نهائي زي ما بقوله كده بالبلد يا ده درسي وتخلع تمام خلاص موضوع انت انت كده لا محتاج تاخد ادوية ولا محتاج تزور دكتور انت حليت مشكلتك بشكل نهائي الحل النهائي اذا انا بتكلم في جراحة تمام ده الحل النهائي ده النهائي اوكي نهائي انا يا دكتور هعمل العملية ولا جيلك تاني ولا اخذ من منشطات تاني اه ده دحية طب قبل ما ندخل على الجراحة في حل قبل النهائي ده اه طبعا الحل النهائي ده اخر حل مش اول حل طب خلينا نبدأ من البداية الاول البداية طبعا لازم العين يمر بالعلاج الدوائي اذا كان فيه اسباب يمكن علاجها بنعلاجها زي خلل الهرموني مثلا تمام لو فيه امراض مزمنة زي الضغط والسكر فحنا بناخد ادوية مساعدة ده بيسموه العلاج الدوائي بان احنا نزبط الانتصاب بالعلاج الدوائي طب ده ما نجحش بنقنل على حاجة اسموه الحقن الموضعي تمام وانا ببص الحقن الموضعي ده على انه هو اجراء ما قبل الجراحة يعني لما الادوية تفشل والشخص يبقى رافض ان نعمل عملية لأسباب تخصه يعني فممكن نلجأ للحل الوسط ده اللي هو بسموه الحقن الموضعي اما لا الحقن الموضعي جايب نتيجة او حتى مش مناسب للعيان او ممكن يا دكتور يكون نتيجة مؤقتة وبعد مثلا فترة المشكلة ترجع تاني لو فيه مرض مزمن زي الضغط زي السكر مثلا زي القلب اكيد ان العلاج الدوائي والحقن الموضعي هو حل مؤقت اوكي بس احنا ما بنشلش هم المستقبل يعني احنا بنحل مشكلتنا دلوقتي وزي ما يحصل في المستقبل انما انا بتكلم على العيان جرب الادوية مش جايب نتيجة جرب الحقن مش جايب نتيجة او حتى الادوية مش مناسبة لأسباب صحية او الحقن مش مناسب لأسباب برضو صحية يعني الحقنة ده هو لازم يدي النفس حقنا ففريدي هو مثلا عامده شال الرعاش فريدي هو ما عامدهوش مثلا اطرافي يعني مبطور الايد مثلا او حاجة فده هيبقى غير مناسب بالنسبة فلو دول مش بيجيبوا نتيجة او غير مناسبين بندخل فيه التدخل الجراحي ده بيكون حل نهائي العام مش محتاج يروح للدكتور بقى خلاص ومش محتاج ياخد دواء عند اللزوم تمام طيب امت بقى يعني حضرتك كدكتور بتشخص ان المثلا المريض اللي جاي ده خلاص امت حلك الاول والنهائي هو الجراحي هو عيان مر بكل المراحل مفيش اي حاجة بتجيب معا نتيجة عملنا كل الفحصات كلها بتؤكد انه هو في مراحل نهائية خلاص ده لازم نحصل تدخل جراحي وإلا هيفضل المريض بمشكلته فهو قدام انه حاجة من اتنين بنقوله كده تفضل بمشكلتك عندك مشكلة ضعف انتصاب موقع تجرب كل حاجة وعلى فكرة احنا في الغالب بنشوف العام في المرحلة دي هو العيان عن طريق صحابه وعن طريق الصيادلة زميله وجرانه بيجرب كل حاجة وبيعمل كل حاجة هو بيجيلك دايما في مراحل متأخرة هو بيجي خلاص يعني مجرب كل الطرق فهنا قدام هو جرب كل حاجة وعملنا فحصات بتثبت فعلا انه هو خلاص مش هيستجيب لأي حاجة بنلجأ لتدخل الجراحي وما عندناش اجراء جراحي خير حاجة واحدة بس مستوى العالم يعني مثلا مش في حل جراحي في امريكا مش موجود في مصر او في مصر مش موجود في السعودية لا الاجراء الجراحي الوحيد المعتمد على مستوى العالم هو تركيب دعامة في العضو الزاكر اوكي طيب خلينا بقى نتعمك شوية في موضوع الدعامات لان هي يعني الموضوع واسع شوية من جوه يعني ايه الاول دعامة ازاي بيتم اختيار الدعامة للمريد في مرضى بتخاف اصلا من فكرة اني ده حضرتك هتركب دعامة بيبقى بالنسبة لها خضة وانا جده بقيت انسان مش طبيعي الاولانية من فكرة الجراح اوه دي اول حاجة من طبيعة العملية اوكي اوكي احنا زي ما قلتلك هو احسن مريد يعمل عملية الدعامة هو المريد اللي محتاج الدعامة اوكي هلنا بقى نحط ايه قواعد ثابتة كده يعني المريد احسن مريد واكتر مريد بيبقى مرضي واكتر حلب بتبقى نكحة هو العيان فعلا اللي محتاج العملية انما عيان ممكن تحلله مشكلته بالدوة هو ده اسوء اعيان يعمل عملية ما هي خلاص هي مش مناسبة ليه هو حله ابصط من كده بكتير الله ينور عليك ابصط وبعدين طول ما البنى ادم بطبيعته لربنا خلقها هو اكيد ده الافضل طبعا احنا بنقول تدخل الجراح يا جماعة هو حل نهائي صحيح بس اخر حل اخر حل عشان انت ما تفضلش بمشكلتك وتفضلت بمعاناتك انت راجل ارمل عايز تتجوز راجل منفصل وعايز تتجوز عندك مشاكل بقى لها سنين مع زوجتك والامور البيت قرب يحصل فيه مشاكل او حتى عندك مشكلة ومش عارف تتجوز شاب صغير اوكي من قبل الجواز احنا هنا بنكمل لك حياتك احنا بنقول لك لا ما عندكش مشكلة خالص تقدر تعمل عملية عمليات نجحة عمليات بسيطة تقدر تكمل بيها حياتك الدعمات بقى هي النقطة كلها في تفاصيل العملية وازاي نتعامل نفسيا وطبيا مع المريض اللي محتاج يركب دعم دعم وهنا بتيجي فكرة انك ما تتعمليش مع المريض على انه هو مريض اوكي لازم دايما عيان اللي محتاج الجراحة ده يبقى صاحبك اوكي لانه هو بيبقى من جوه ملغبط يعني اعمل عملية طب الناس هتقول علي ايه طب ما عملش العملية طب ما حلتش مشكلتي طب ممكن يحصل ايه طب ده انا مريض سكر طب ده انا مريض قلب ده انا عندي سبعين سنة هل انا جاج في الاخر كده واعمل عملية طب انا شكله هيبقى عامل ازاي ده نسمع ان فيه دعمة مارنة ودعمة هيدروليك ملغبط عيان ملغبط عنده كم من المعلومات رهيب جدا اه واخده منه عن طريق النت وعن طريق التلفزيونات وهو يعين ملغبط فلازم العيان ده تصحبه وتبتدي الاول تفاهمي ان احنا ما وصلنا يعني الجراحة هو الحل النهائي خلاص الادوية وكل ده انت استوفيته يعني يا فندم احنا مش عايزين نعمل لك العملية لمجرد العملية انت محتاجها بالفعل فهو بيبتدي هنا يستسلم ويبتدي يتكلم في الموضوع في تفاصيله طب انا اول حاجة الجراحة امينة اه يا فندم امينة بنسبة 100 في 100 طب ده انا مريض سكر انا لما بروح اخلع ديرسي يقوله لازم تزبط سكر ويا فندم انت حضرتك مش هتعمل العملية الا لما يكون سكرك مزبوط واحنا احيانا بنتولى هزيهم هم بالنيابة عن المريض احنا بنعمله سكر تراكمي واحنا اللي بنحطه في برنامج لتصبيت السكر عندنا الحمد لله القدرة في المركز ان احنا ممكن نزبط للناس اللي ظروفها ديئة يعني واحد جاي على صفر واحد هو نفسه اصلا مهمل يعني هو تلاقي التراكمي بتاعه 12 و13 و14 شخصي مش قادر يقاوم فكرة الاكل والاهمال في العلاج دول احنا بنحط لهم برنامج اربع خمس تام اسبوع بالكتير بنقدر نسيطر على السكر وبنقدر ندخله في الجراحة بشكل امن المهم هو لازم يفهم ان انا مش هضحي بالعيان انا هدخلك لما يبقى ينفع فعلا تدخل العملية اي تحضير سواء طبي سكر قلب او اي تنسيق مع دكتور التخدير ده هيتم ولازم هيتم عرضك على دكتور التخدير لازم اوفر لك كل سبل الامان اللي انا اوصل بيك لجراحة امنة وناجح انما ايه تفاصيل العملية طب انا طبيعة هتتغير بفهمه النقاة وعشان كده دايما بقول ايه ما نلجأش للجراحة الا كحل اخر ما نعملش عملية الا للي محتاجها يا اخوانا هو ده اكتر عيانا هيبقى مبسوط دكتور هو السن بيفرق في العملية لا نهائي لا لا الحالة 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 يعني ممكن تعمل دعمة انا عامل دعمات لشاب عنده عشرين سنة اه يعني ممكن الفكرة ان ممكن دلوقتي حد سنه صغير يكون بيشوفنا فيكون مثلا لسه حتى يعني في بداية حياة زوجية يعني لسه من قريب متجوز فيقول انا صغير قوي على ان انا اروح حتى لو هو ده الحل ان هيبتح بيش انا ازاي انا لسه سني صغير يعني لا هي ملاش علاقة بالسن على قد ما هي علاقة بالحالة نفسها وعلى الرغم من كده احنا في السن الصغير بنتأنى جدا اصعب ما في السن الصغير يقريني هو القرار وليس التنفيذ يعني انا كلما يبقى حد سنه صغير تنفيذ العملية سهل انما اتخاذ القرار هو اللي صعب انا كلما العيان بتاعي بقى سنه صغير كلما تأنى في قرار الجراحة ليه لان دايما انا دي قعدتي ما في حاجة زي اللي ربنا خلقها اكيد طبعا انا احافظ له على وضعه الحادي لان احيانا فكرة ان العيان يتحرك من وضعية ارتخاء لانتصاب الارتخاء دي في حد ذاتها بتمثل للرجل متعة وحياة بشكل معين فكرة ان انا اخلي انهم ركب دعامة هو مش هيبقى عنده مشكلة في العلاقة ومش هيبقى عنده مشكلة في انهم ممكن يتبسط او ان الطرف الاخر يستمتع بالعلاقة انما احيانا دي بتفرق في امور نفسية بالنسبة للرجل صحيح علشان كده هنا بحضرتك اكيد بتتأنى شوية مع السن الصغير السن الصغير دايما نقولهم كده التنفيذ سهل بس القرار صعب فرجاءا ما نستعجلش في اتخاذ القرار بس وانس ادام اخدنا القرار يبقى العين محتاج ادام العين محتاج واخدنا القرار يبقى احنا لازم ننفذ واحنا بننفذ بقى لازم تبقى الظروف امنة تماما عشان نطلع بعملية نجحة هنا بقى ده يتطلب ان انا لازم ادخل في التفاصيل مع العين زي ما قلتلك اول خطوة لازم اطمنه تاني خطوة لازم اشرح له ليه احنا هنحتاج نعمل لعملية ليه وصلنا للعملية ليه الباقي مش بيجيب نتيجة خلاص احنا محتاجينها ايه تفاصيلها هل لها تحضير قبل العملية لو انا مريض ضغط او مريض سكر او مريض قلب حال انا النهاردة العملية نفسها فيه انواع حال النهاردة هتفرق حال الموضوع بياخد وقته جوه قط العمليات طب محتاج مني ترتبات بعد العملية يعني لازم اتحجز في مستشفى كل التفاصيل دي كل ما تجاوب للمريض على كل اسئلته كل ما هو بتطمن اكتر كل ما هو بيوافق اكتر طب نقول هل الموضوع محتاج اي اجراءات استثنائية لا الموضوع سهل سهل جدا وامن جدا وما بياخدش وقت والعنبي روح في نفسه اليوم دي عمليات يوم واحد الموضوع امن ونسب النجاح فيه مية في المية احنا بس اللي بناخد حذرنا معهم ممرض السكر وده احنا بنوفره بشكل ان الكروء الطاقم اللي بيتعامل مع العمليات طاقم متخصص المكان اللي بنشتغل فيه هو اول مريض بيدخله لازم تصبيت السكر التعقيم بيتم عن طريق الدكتور نفسه مش عن طريق المساعدين لازم بناخد اكتر ليه شوية اهتمام خاص اكتر من اي حالتين احنا عمدنا بنتميز عن بقية الناس انا عمدنا جهاز بيعمل air filtration بنفلتر الهواء اللي في قط العمليات فده برضو بيحسن من الموضوع الجراحة بقى نفسها هي مربط الفرس التعامل مع الانسجة بتاعت العضو هي مربط الفرس اننا اختار له النوع المناسب وحط له المقاس المناسب هي ده الحرفية اللي بتزود من نسب نجاح ورضى المريض عن العملية ده طبعا كل ده يا دكتور من اختيار الطبيب يعني المريض ملوش انه هو يتدخل في الاجراءات الداخلية بتاعت العملية احيانا ممكن يبقى فيه كلام بيني وبين المريض واحيانا انا اللي بنصح المريض بحاجة معينة انا شايف ان فيها افضل بالنسبة له فيها افضلية يعني خلاص انما مهارة التجراح مهمة مهمة في تحديد النوع خبرة التعامل بنفاجأ بحاجات جوه فيه تلايفات فيه احيانا بيكون فيه نحناء في العضو ازاي ازبط المقاس وزاي ازبط المستقيم ففيش حاجات تيكنيكا اللي فيه حاجات مهارية جوهات العمليات عايزة عنده خبرة ان انا اختار النوع المناسب اركب المقاسات اركب مقاسات مناسبة لو انا اقدر التوافع هو هيبقى مبسوط جدا بالعملية النتيجة طالما احنا وصلنا لمرحلة الرضاء للمريض فخلاص معنا كده ان العملية نجحت اكيد هو اصلا النجاح كده كده كل الناس بتركيب دعمات النجاح الحقيقة هو رضى المريض نفسه وده احنا بنعرفه من بعد ما يبتدى العلاقة دكتور انا بشكرتك جدا خلصت النهاردة المواضيع كتير والمشاكل كتير بتاعتنا ولكن دايما بوجود حضرتك كل المشاكل دي شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا النهاردة دكتور احمد العياشي استشاري جراحة وتأخر الانجاب والضعف الجنس خلصت فكرتنا وخلصت حلقتنا النهاردة من صباح البلد كنتم وحضرتكم ارينا جيب استنونا بكرة وحلقة جديدة من صباح البلد